وفقت فصائل مسلحة في الجنوب السوري على تسليم معبر نصيب بين سوريا والأردن للحكومة السورية بعد اتفاقية بينهما أدى فيه الأردن وروسيا دورا رئيسا ويتضمن الإفراج عن نحو 100 معتقل في سجون الحكومة وقد أعلنت الفصائل مواقفقتها على تسليم المعبر في مقابل الإفراج عن 100 من الأسرى والمعتقلين مشيرة إلى أن الحكومة السورية ومركز المصالح الروسي قد كثف المحادثات مع فصائل استعادة السيطرة على المعبر وقد دخلت منطقة الجنوب السوري منذ قرابة الشهر في مناطق خفض تصعيد بعد اتفاقية شارك فيها الأردن وروسيا والحكومة السورية والولايات المتحدة ويعود فتح هذا المعبر بالفائدة على الجنبين السوري والأردني من خلال رفض خزينة البلدين فضلا على أن ذلك سيؤدي إلى عودة حركة البضائع بين لبنان والأردن من جهة وبين لبنان ودول الخليج والعراق من جهة أخرى لكون هذا المعبر هو المنفذ البري الوحيد الذي يربط بين لبنان بدول المشرق العربي وهو أكثر المعابر ازدحاما على الحدود السورية